موسيقى 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 كاس لارود الزيت كاس كريم فريش كاس لارود الحامض كاس أربعة ساندة جوج خمارات معلقة تكسر الحامض محقوقين و جوج كاس لارود الزيت نفقه من المقادرة نعوده ان شاء الله لنا تلاتة البيضات كاس لارود الزيت كاس كريم فريش كاس لارود الحامض كاس أربعة ساندة جوج خمارات عندنا معلقة تكسر الحامض إذا كانوا خضرين كانوا أحسن ما كانوا يكونوا السطرين جوج كيسان ديال الطحين كنا نخدموه البيض و نخدموه مزيان و نزيدو ريديك ساندة و ديما مع تستراب و نزيدو كريم فريش اللي عندنا والحامض و نحن نتبعون الزوائل كنا ندلوه الطحين مغربي مع الخمارات والخريم كنا نهنو المول و كنا نصير و كيكون لدينا واحد معلقة ديال السكار كنا ندربوه من الفوق كنا ندخلوها الطيب من اللي كان الطيب و كتخرج كنا نكونوا موجدين و حجوش حامضات مغفورين معلقة ديال النشا و أحب بيض بيضة و شو السكار حسب الدوق ديال كل سيدة كنا نحطوها نفوق البوتو و نحن نحركو حتى كيك إعلقنا و نسقي و نسقي بيضة كاك ديالة و كان ذلك و يجب المحطة و يجب المحطة و نعطيك واحد الميني كاك و كأن كنت موجود في أسواق الحار و يجب يوم زوينة و عمت لصة البيضات كاس ما بينزيد الرومية وزيد البلدية واحد ياغورت السوس شوية الملحة حسب التوق شوية الفزار خمارة معلقة الخل وكاسونس دير طحين ومية كرام دير فرماج حمل ومية المقادر واحد حك دير طون يكون في حار يجوزوني لها دوماع ذاك الحرورة دير طون حار يجوزوني سابقا نضربوا تانية البيض مع السوائل وكنزيدو نخليه الطحين والأخر والخمارة من اللي كان نديره الطحين عاد كان من اللي كان نصبوه من اللي كان بحنوتي كله فخلط كان صبوه في شيء ازلافة عاد كان ندخلو في ذاك طون شوية بشوية بالمعلقة الخرشابية وكان عمرو ذاك الحفيرة دير السيليكون وكان دخلوه مفران من اللي كانت يبورا كان عاودا نحكو عليهم شيء فرماج وغيرا من اللي كان يكون صغان راك يصعد عليهم ذاك فرماج كيدو بالراس فعلا ايه نحن نقضوه بالصحة والرحم وحتك الصحة عندي واحد رولي بلابات فيتي والكفتا تواكي جيزوين والعشاء والعشاء والغضاء يقدر يكون فيه طبيعا نقضل 500 غرام ديالبات فيتي تباك لها اللبات فيتي الموجودة عندنا جرج بسلاث مشلولين رقاق ومشحرين بالملح والبزار وشوية ديالبريس تاعت تومة واحد اللي حفنة زيتون كهل مقصول ومقطع واحد 100 غرام الكارشير محقوق و100 غرام الفرماج محقوق واحد المالقى زيت البلدية باش ندهنوا لبات من الداخل اهه طبيعا نسرحوها مزيان ندهنوها بذك الزويتة اللي عندنا السيدة اللي بغت تدير تحن قاعدك الزيتون تحنو في شوية زيتون اهه تحنوها بذك عندي تقوه هذا وكاد تحنوها كله على ذيك اللي باط وكاد احكوا ذاك الفرماج وكاد احكوا ذاك الكفتة كانت قوموا فلاو وذي اهه ايه كاس نوك كانت تكون ذاك الكفتة مش حاراتها هيا كاد مرشوها كله مع ذاك البصيلة ايه وكننضيذ ذاك الفرماج وكان تحنو تقوله لذاك الفرماج وكان نروليو نروليو ذاك اللي أروليو وكان احطوه حتي برض نسيان شوية هذا نقطعه دوائر و نسوفه في الطواق و ندخله فراني طيب هناك سحات بكل عندك فعلا نشاء عندي واحد غريبة بالكوفيت المشماش لدينا كاس لارود الزيت كاس لارود الزكار واحد يغور ثباني صغير واحد بيضاء وصفر بيضاء واحد مياه ومسا وعشرين جرام دي الزبدة واحد الخمارة سبعة جرام والطحين حسب الليل قليت لك ايه فهو سنجمعوه و تشيذهب Fool و كي عرفوا كيفش يجمعوه ققريبة يمكن جمعوه و نتجمعوها ققرات كنتزه من النقذ و نتجموه ققرات و يجمعوها ققرات ققرات و مصبغي شوية يدينها و عنده ديك القطعات الأن تقصد جواني محا كارو فدخله لدى الفران من المكط المسا سنخرجوها و سنجمعوها كل الجواني بديالها بالكونفيتير و كان أيضا بحل وحاصلت حاصل الكسجية , ومعشة اللغة من الجنب ولمرحوه اللغة من الجنب نأتي كلها ومعشوهه لكن المعنى كثير من الجنب ومن أقوم بذلك جمعني كثير من الجنب مفينة لغة اللغة حرشاتي كجيزوينة عنا كاس الليمون معصور عنا كاس تانيدا كاس ديالسيت واحد الياغورث مانجو الليمون اللي رقيتية مانجو الليمون اللي موجود واحد خيز زمح كوك واحد شوية القحبينة القرقاح واحد الخمارة واحد الفاني وبيضاء وجوج كيسنته السميدة وكاس ديال فورس وجوج معاق ديال الكوك كيسنته السيدة زركاء عفو كيفاش يجمع فإناء كان دياله الطحين وكان بسسوه مزين بالزيت وكان نزيد عليه ذاك الليمون والخمارات وذاك الياغورث مع ذاك البيضاء وكل شيء نجمعوه وصابت نخلوه العزينة مرخوفة ما تكونش دايرة تكون شوية مرخية شوية فقد نديرو ذاك الكويرات ديالنا اللي بغد دزال عودن دوزوهم من السميدة ونحطوه في الطاوة ديالنا حتى نكملو المقادير كله اللي عندنا وصحة ورحمة بارك الله عليك شكرا لك بزاف عائشة سعيدي مشكور على كل هذه الاقتراحات المتنوعة يا رب امين بارك الله عليك عائشة ونتمنى المستمعات يكونوا كلهم في الاستماع ويسجلوا معنا كل هذه الاقتراحات اقتراحات هي مميزة وفي متناول جميع السيدات يعني ممكن بسهولة على انهم يحضرواها ويستفدوا منها نبغي نقول كل مستمعات يعني لنا مولتي على اساس انه الحلقات كيف تكلمنا البارحة اللي كنتوك تسولوا عليها فبالنسبة الحلقة ديال البارحة يعني راه اللي دا استمعنا فيها المستمع انتصار اومريم واللي الاقتراحة الدولة القوس تحسن ديالسيدات راه كي نادبة كحلقة مسجلة اوديو يعني ممكن انكم ترجعوا لها تسمعوا لها غادي تعقلوا فقط اللي غادي نبغي منكم وانكم تعقلوا يوميا ان شاء الله على التواريخ يعني اليوم ايه شهر باش اي حلقة دا استمعنا والمستمع اللي فيها مباشرة سيفتوليا غير يعني التواريخ ومرة مرة راح لك نزلوا قلنا بشكل يومي غادي نزلوا هاد الحلقات فردابا كين الحلقة ديا البارح يعني 15 كان في شهر 15 شهر عشرة ديال النتصار اومريم كذلك نزلت الحلقة ديال ديال نزهة من طنطان ديال نزهة من طنطان 25 يعني في شهر تسعود في سيبتمبر نزهة من طنطان فيمكن لكم انكم ترجعوا راه يدست معانا في 25 في شهر تسعود راه يمكن لكم ترجعوا ودخلوا وكان حلقات ديال شهر عشرة كيف قلنا ديال نهار ثلاثة ونهار وستة وثمانية ودابة ديال الخمسةاش ديال البارح فدك شعلا شعق له غير على التاريخ شنو كان شحال كان في الشهر ودك ساعة ان شاء الله هالحلقات غادي تلقوهم كيف قلنا دخلوا الموقع للا بلوس با ام ا يعني غيف انتغناتي لدرتو غي تخوا دوب لفيديرو غي للا بلوس نقطة ام ا وغادي توركوا عليها غادي اخرج لكم الموقع الرسمي ديالنا مكتوبة في للا بلوس ديك ساعة را غادي تقلبوا إلا بغيتوا تشوفوا شهيوات فيديو مصورين من القلوات ديال المستمعات را في حدك للا بلوس كينا واحد نجرة صغيرة وحدها حدك للا بلوس إلا ورقتوا عليها راكين تبارك الله ارشيف ديال الحويجات شهيوات اللي هما مصورين فيديو اللي هما مكتوبين بالمقادر والطريقة إلا تغير شوية في نفس الخط غادي تلقوا حلقات للا مولاتي توركوا عليها غادي تلقوا الحلقات وإحنا غادي إن شاء الله مثلا غادي نزيدو المزيد من الحلقات يعني بشكل يومي يكونوا الحلقات كذلك كيف قلت إلا تلاتي عينكم غير واحد شوية غادي تلقوا فيسبوك را معروف غادي توركوا على فيسبوك غادي يخرجكم الفيسبوك للا مولاتي اللي كانتزلوا فيه كذلك شهيوات اللي تبغي غير مقادر الطريقة فكل اقتراحات ديونتما مكتوبين فيه المقادر والطريقة وهدك يمكنكم أنكم تواصلوا معنا فيما بغيتو سواء في الرقم الواتصاب اللي كان نشاركو بيه في المسابقات سواء في كيف قلت في الموقع الرسمي ديال للا بلوس إلا وركتو على جيت اف فين كان فيسبوك رغيت ديكم مباشرة الفيسبوك الرسمي ديالي اللي فيها يعني كانزلوا فيه الوصفات والاقتراحات وتما يمكن لكم أنكم كيلي كومنتار التعليقات تخليوا التعليقات ديالكم نشوفوا شنو ما زال ناقص نزيدو في البرنامج نشوفوا شنو هما الطلبات ديالكم شنو هما الاقتراحات ديالكم بالنسبة الناس اللي ربما ما تحليهم فرصة أنهم يتواصلوا معنا من خلال الراديو ويعني يقدموا يعني بصوتهم الاقتراحات ديالهم والطلبات ديالهم يمكن لكم كذلك حتى تنزلوا المشاركات ديالكم مرحبا بها دبا غادي نتوقفوا مع فاصل غنائي مستمعنا وغادي نرجو أكيد باش نتعرفوا على شكون المستمع المحدودة للفوز معنا اليوم في المسابقة إذن غادي مشيوا مباشرة عند المستمع المحدودة اللي ربحت معنا اليوم منتوجات دمتي وإيديال متنوعين اللي ممكن أنه تزيد بي إنحداغات ديالها بهم فمبروك على المستمع سناء العزي اللي ربحت معنا اليوم شركات بجوز جل اقتراحات رغيفات معمرين ملحين وكذلك تاجين دي الحم وغادي نتعرفوا على المقادر والطريقة لها تشهيوات باش كون عندكم فرصة أنكم تسافدوا من هاد الاقتراحات ومبروك على سناء العز بالمشاركة ديالك وربح ديالك في المسابق بس حالة منضمة واتاتك غزالك تحمق جاتني هادية وهذه هي الهدية وإلا فالة هذه هادية من دمتي وإيديال إيوه وشنو المناسبة؟ إيديال ودمتي كتحتافل بعيد ميلاد ستين سنة رهميئات الهدايا ومضمة ديال دهب كل شهر وكيفاش ندير حتى أنا؟ كتستعملي إيديال ودمتي معلك غير جمعي جوج أغليفات إيديال وجوج أغليفات دمتي إما تبعتهم على العنوان ميد غاديو فضاء 55 سرقتوني طابق الخامس أدى البيضاء أو تسلمهم البقاء المهتمد هي نجمع أربعات الأغليفة إيوه رهم ضمات يلدهب إذن معنا سنة العز ألو سنة ألو سنة لبس عليك الحمد لله أرطي خليك مبروك عليك الفوز معنا اليوم منتوجات مهدات من دمتي وإيديال وتبارك الله عليك على الشيوات اللي وجدي يعني من خلال رقم الواتساب واللي يعجبونا بزاف وبغيناك أنك يتقسمهم على المستمعات إن شاء الله شاركتي بتاجين دي الحم وشاركتي كذلك برغيفات ملحين معمرين آه واخا فأعطينا المقادير والطريقة وتبارك الله عليك السنة أربي خليك كيف يبدو؟ نبدو بالطعجية يلا توكلي الله كنا نأخذ اللحم ايه اللحم كنا نرقده وكنا نديره فيه شوية سكين جبير آه شوية الخرق ومعرق آه لبزار آه المروزية آه تومة ايه شوية قصبر ومعد نوس آلو ايه شوية قصبر ومعد نوس آه شوية ديال الزيت ايه وضويمة ديال الزعفران ديال الزعنتي واخا كنرقدو الحيمات ديالنا آه وكننزيدو فيه شوية ديال ما ازيدو شوية ديال ما اربع كاس ولا كاس ديال ما ايه فوق البوطة وكننخليوك يشرب ديك العطرية مع داك الماء والزيت ديك العطرية كاملة ايه وكنضيفو عليه لبسلم شلدة تكون رقيقة ايه بسلم شلدة واخا ايه تكون رقيقة وكننخليو ذاك شي كيتشحر مزيان ايه وعلى بوطة مهيلة لعافية مهيلة ايه فعلا طيب على خاطره ايه وكننصدو نديرو شوية ديال الزبيب سوى مغسول مزيان كنضيفوه ايه كنصدو على الكوكوت ديانا وكنخليوه طيب غير بالمهل باش يجيدك شي مزيان فعلا ايه ايه منكي طيب كننحلو الكوكوت وكننشعلو البوطة غير شوية لعافية غير شوية وكنبقوا ونحركو في ذاك الحيمات في ذاك اللاصوف اللي كيبقى ايه كنبقوا ونحركو فيهم حتى كيتتحمر ذاك اللحم كيتتحمر وذيك البصيلك الدوب ايه ايه كيتتحمر غير في هذه الدغميرات في المريقة ايه غير في هذه الدغميرات غير بوطة بشوية ايه كذك ايه وكنبقوا هذا الشي كيتتحمر وذيك البصيلك الدوب ايه ايه ماشا تبارك الله عليك خصوية خاطره بشي جلديد ايه لكن طبعا لخاطره يجد منين ايه فعلا والاقتراح التاني هما رغيفات انا نحنت بانت لياقيهم الزيتون يعني سدتيها بزيتون فغا تكون مالحة حشوة مالحة استريعين ايه ايه اه ايه ايه خمسمائة جرامة للدقيق ايه ميتين وخمسين غرامة للقمح ايه ايه فرباجة اه شوية دي الملحة معلقة كبيرة دي الخل معلقة معلقة صغيرة خمارة معلقة صغيرة خميرة دي الضار معلقة كبيرة دي الزبدة وعملقة دي المسخون وكيتسعجن طرقة عادية ندخلوها وحتى نيجي اترخاف شوية توفير شغيرة ونضيفه فتحى ونخلوه مسمى ونخلوه وترخاف بشو شوى ناخده البفلة والفلفلة خيزه قرعه خضراح تايف كوكا الكفتة ولا انا درت الدجاج در ديال الدجاج اللي بغى اللي متوفر عندك فعلا البزار الحمارة كامون شوية الملحة والزيت نضيفه الشعرية الصينية نضيفه الشعرية تبرد ونقرسه العجينة بحل ما نضيفه نضيفه الغيفة ونضيفه ترتاح شوية من بعد ان ترتاح ناخده مع القرن الشوشو نضيفه العجينة ونضيفه نضيفه الملحة ونضيفه نضيفه ضرف نضيفه ونضيفه بزيتونه نضيفه جدا نضيفه جزوينه. يلا تكسحة. ومناسبة لقوتها كام على الوليدات ساني جيو مدراسة. والحمد لله. تبارك الله عليك بصحة وعم وتبارك الله عليك سانة العز مشكورة جدا على المشاركة ديالك وتبارك الله عليك ربحت معنا منتوجات متنوعة بين دامتي وإديال بجديد تبيني الحدقة ديالك وتفيدي كل مستمعات. نتمنى تكون وصلتكم الفكرة ديال هاد جوش هيوات لي وطاجين ديال الحم وكذلك هذا الغفات مع امرين بالخضراء والجاج واللي هما مناسبين هكالقوتي في العشية. فما تنسوش حتى انتم مستمعين شاركوا شاركوا ضعفوا الحضود ديالكم يوميا المشاركات ديالكم اللي كتبعتونا في الرقم ديال واتساب يعني شهيوات تواصلوا معنا بعتو بهاد الاقتراحات ديالكم يعني مصوارين. فغادي نعود لكم الطريقة على اساس انه في الرقم ديال واتساب حاولوا انكم تصفتونينا الشهيوات اللي انتم يعني انتم يوميا تبارك الله عليكم فتوجدوا الشهيوات لوليداتكم والاسرة ديالكم فحاولوا انكم ان شاء الله هدوك الاقتراحات اللي انتم كتتوجدهم حاولوا انكم تصوروهم لنا يعني شنو قدي تصوروه. بحال دما مثلا هاد المستمع هسانة العز يعني بتات بالصورة مثلا ديالذكر غيف. لي وجدت يعني عمي مثلا比 بتاتت لنا بالصورة اللي ما زل ما طايبين Arri кан�ليم هنا سواء استعملتوا ايديال او استعملتوا المنتوجات يلدمتي على حسب شهيوة وشمال حول حلوة يعني فين خدمتوا هذوك الاغليفة هذوك المنتوجات فغدي تنزلوا صورة في هذيك شهيوة في هذيك الوصفة وفيها هذك المنتوج هذك الغلاف لما تسفتوا المقادير والطريقة لانه مباشرة من اللي غدي نختاروا المستمع اللي غدي تشارك معنا فهاتفيا غدي تعتني المقادير والطريقة مضبوطين وهكذا باش المستمعات من خلال الراديو انهم يستفدوا من هذي الاقتراحات اللي غدي نختاروا فيها يوميا مستمعا فين غدي تسفتوا هذي غدي تسفتوا في الرقم دي الواتساب واللي هو 06-50-87-70-55 رقم الواتساب اللي غدي تسفتونا فيه يعني كل المسابقات اللي كتشاركوا فيها على 06-50-87-70-55 والاهم حاجة وانه مضمد يلدهب في انتدار كل حادقات المغربيات ان شاء الله المستمعات والمتتبعات دي البرنامج اللي مولتي والطريقة سهلة يعني هذوك الاغلفة اللي انتو ما استعملتوا استعملتوا دمتي ولا ايديال ما ترميوهمش هذوك الاغلفة زوجو جدال ايديال وجوج الاغلفة ديال دمتي هذوك جوج المنتوجات في جوج وغادي تديروهم في جوا في البرا هذي تديروهم في جوا بطريقة العادية وغادي تسفتوهم لنا على العنوان ديال ميد غاديو العنوان ديال ميد غاديو راه يوميا كيدوز العنوان غادي تسمعوا يعني العنوان من خلال ميد غاديو العنوان كان نقوله تقريبا بشكل يومي واللي هو إداعة ميدغاديو تكشبه في العنوان إداعة ميدغاديو فدأ الزرقتوني 55 طبق الخامس داربيدة إداعة ميدغاديو فدأ الزرقتوني 55 طبق الخامس داربيدة هذا هو العنوان اللي غادي تسافته فيه أربعة ديال الأغليفة جوج إديال وجوج دمتي وصفتهم لنا وإن شاء الله يعني في كل شهر غادي تكون مستمعة محدودة للفوز بمضم ديال دهب كل شهر وقدما أكيد ضعفتوا الحضور ديالكم بما أنكم تخدموا بهذه المنتجات حاولوا دائما أنكم العنوان عندكم صفتوا وعودوا صفتوا باش يكون عندكم وحد الحد كبير على أنه البراليت هزت تكون ديالكم فنتمنى أن كل المستمعات يشاركوا وتربحوا مضم ديال دهب كل شهر وتحية وحد سعيد لجميع مستمعات للأمولاتي ورجنا لكم مستمعنا دائما من خلال فقرتنا المتنوعة ومعنا خبيرة شهر والتجميل حرية شويخ أهلا بك حرية صباح النور سنة أهلا بس عليك أحمد لله تحية لك ولكم برنامج كل المستمعات ينميد غاديو داخل الوطن وخارج الوطن مرحبا دائما في مواضيع تجميلية كتفيد كل السيدات اليوم غادي نتكلمو على جفاف البشرة يعني ديك نشوفي ديال البشرة واللي يعني كتقلق يعني بزاف ديال السيدات لأنه ديك نشوفي ما كيتبتش لهم الماكياج كتجيهم الحكاك كيجيهم حمرار كخرج اليوم القشرة يعني في البشرة ديالهم وغيرهم المشاكين اللي كتكون وراء هاد نشوفي أو لهاد الجفاف ديال البشرة وخاصة كتظهر في الوقيت ديال يعني فصل الخريف والشتاء فنبغيو نعرفه أولا شنو هي الأسباب التجميلية أكيدا لأنه كين أسباب لهي طيبية يعني مهمة لخاصة الواحد يرد لها البال فكين أسباب كذلك حتى تجميليا اللي كتعطي هاد المشكل ديال نشوفي يعني سوء استخدامنا البعض الكريمات البعض المنتوجات وغيرهم الأمور بالفعل سانا تساؤلات كتيرة جاتني في هذا الموضوع وخاصة أننا محنا مقابلين على فصل الشتاء وغالبا الناس كي يعانون من الجفاف البشرة وهالجفاف كيكون ناتج أولا وقبل كل شيء شرب الماء والتغذية لأن كل فصل كيختلف الفصل للفصل وكل فصل عنده التغذية دياله وكل فصل كيجي خصنا نتعاملو معه بالطريقة اللي خصنا تكون صحيحة بالنسبة للجفاف البشرة نحنا كنعرفوا جفاف البشرة مني كيكون عندنا نتأكدوا أولا من الجفاف واش عنا غير في مكان معين ولا في الجسم ديالنا كله لأنه لكن الجفاف ردي يكون عندنا في الشعر ردي يكون عندنا في الجسم الداخل وخاصة مني كننخرجوا من الحمام ونغسلو كنحسوا بالحكا في الجسم ديالنا هنك هتكون ناتجة أعلانشوفية وجفاف البشرة هنا كنعرفوا الجسم ديالنا كي يخدم بخلايا وذلك الخلايا وغوداد والغوداد اللي هي الغوداد الدونية الغوداد الدونية ملي كيوقع فيها إفراط ولي كيوقع فيها يعني الإنقباض ملي كنقول الإنقباض انه كيكون ضعف ما كانش الماء ما كانش زيوت اللي كغسنا ناخدوها يعني اللي هي اوميغا ثلاثة وخاصة دبا في هذا الفصل هذا غالب الناس ما كيشربوش الماء وهذا ناتج كيكون مثلا ما كيجيومش العطاش فعلا والله كان بعض الواجبات كي ياخدوها وتقدر تعطينا تاهية كنحسو بالشبع والوحد خصي يشرب على طول نهار ما يتسنج حتى يجيه يعني الجسم يعطي إشارة انه رافي لعطي إشارة راكي يكون ديجا خلال في أحد العوض في الجسم دينا لأن الماء نديره قراءة المهدانة ونحاوله نديره الماء يكون دافي ودائما نسموه باش يعطينا الرغبة باش نشربوه يعني نسموه بأعشاب الورد البلدي نعناع بمعدن النوس بأي حاجة عندنا قشور تفاح قشور البانان نطيبو هاد نطيبو هاد نطيبو هاد يطرو دلم ولا يطرو نس ديال ما فننهار ونسلو هاد القشور ديال الفواكه ولا العشبال اللي عندنا غير نبقاو مقتصرين الأعشاب اللي هي متداولة معروفة اللي كان ندخلوها في التوابل ديالنا ولي كتكون عنا يعني كنستعملوها بشكل يومي معروفة اللي كان اخدو ذاك الماء في المثال كنبقاو ندهرون نخدمو الشغال ديالنا ونديرو واحد كاس دلم ما كنشربوه المهم كنحا بدأ بحنا مقبليا على فصل الشتاء ان شاء الله وغالبا الناس هاد يستعملوا المدفاءات المدفاءة هي العدوة اللدودة ديال جفاف البشرة يزيد في الجفاف البشرة وكتعطينا اعراض اللي هي الحكة ومصحوبة بحمرار وهنا واحد الخطأ اللي كيرتكبوه السيدات الفتيات انهم كيلتاجوا لبعض المرطيبات اللي كيدروها في الليل كمرطيب يعني مصنع وكاتبات بيحتة الصباح لان احنا البشرة ديالنا إلا كان عندنا آآ يعني آآ سوء التغذية ولما ما عندناش ولا عندنا واحد المرض معين كان عن جعله كتكون واحد النسبة ديال الدهون كينا غير احنا كنحاولو نزيدو نتبتو ذاك الدهون كنحاولو ناخدو الفواكه الجافة كناخدو الخوضة كناخدو اسماك باش الجسم كياخود الكافي من الدهون الدهون اللي في نفس الوقت حاجيتو لكي يلبي الرغبة ديالو باش باش كيخدم بالطريقة الصحيحة ملي كنديرو احنا ذاك كنبشل السيدارية ولا المكان اللي كيتبع فيه يعني المواد التجميل كتاخد واحد الكريمة لأساس انها غترتب البشرة ديالها كتقول تبات بيها تالصباح ونك نعرف بان الدهون ديالنا رخصة تبقى واحد نسبة على البشرة ديالنا اللي هي كتخلي دائما الرطوبة والليونة مليك ناخدو واحد المكوين ليهو مصنع وكنحطوه على البشرة ديالنا هنا كيوقع الامتصاص ذاك الدهون اللي هي كاينة اللي هي كتكون صحيحة لأن ملي كنبقوا يستعموه يوميا هاد الكريمات وفي الصباح كننغسلوه بالصابون هنا احنا كنزيدوه ومتهموه في الجفاف البشرة لذا سيداتي كننصحك ان هاد الفصل كتر من الماء لأنه وحاولي تاخدي الحوت لأن الحوت كيعطي واحد الرغبة في العطش كين هنا جدودنا كنوك يديرو القديد في هاد الفصل هذا لأن القديد مني كناخدوه نحسوه بالعطش يعني كان مقاوم شربوه بلا ما نحسوه هنا باش تعرفي أن كل فصل عنده واحد النوع ديال التغذية ليهو باش نقدروه نسيرو ذاك الفصل بالنسبة للمرطيبات حنا عنا كنعرفوه كين زبدة بلدية احسن حاجة للترطيب زبدة بلدية زيوت طبيعية ليه زيت البلدية زيت أرقال زيت اللوز ولكن هاد الزيوت سنعرفوه المصدر ديال امنين ومنح تلبيتنا على الوجه ديالنا بدون تخوف ما نخافوه ما والو يعني ندلكو ويكون عنا محلول اللي هو من قشور قشور تفاح قشور البرتوقال نجنبو القشور الحامض نديرو قشور البرتوقال قشور تفاح قشور البانان يعني واحد الكمية ونضيفوه الممكس ديال المطايب ونديدو مع القادية زيت اللوز ولا زيت أرقان ولا زيت البلدية مع حلقة كبار هاد واحد المحلول نبقى نرشو به الوجه ديالنا كل ليلة ونخليوه ينشف ما نمسحوش يعني نرشوه نخليوه نعسوها كاك انا كمرطيب وحتى الخلايا اللي كتجدد كتجدد بطريقة صحيحة وكتخود الكافي من الدهون وك وكتخود الكافي من الالياف وكتخود الكافي من الفيتامينات وهنا كنحاولوه هنا شنو كنديرو في هاد الحاله هاد بييتو هاد المحلول على البشرة ديالنا كنساعدوها في التقشير يعني الخلايا الميتة كتحيد وكتجدد بطريقة صحيحة عكس ما كان بييتو عليها شي مكوين مصنع فعلا يعني اكيدا لانو كي قلتي ديك نشوفي اول الجفاف ديال البشرة خاصنا نعالجو كل ما هو يعني صحي عرضي عنا وفي نفس الوقت نلتزمو ببعض النصائح ليه مهم جدا واللي كتنقص من هاداك الجفاف من هاداك نشوفيه واللي اهم دابا كيف قلتي يا داك استعمالنا والخاطئ اللاكلي من داك المكيفات ديالهواء وان كان كلمتي مولفها ولكن خاصنا على الاقل عارفوا كيفاش نستعملوها ودوك التغيرات الهوائية ما بين السخون والبارد فحتى هي كتعطي مشاغي مشاكل جميلية وانما حتى مشاكل على مستوى يعني التنفس على مستوى يعني كتبلي امراض ديال الشتاء يعني هي دزوكام وغيرو والبرد وغيرو من الامراض اللي ممكن اننا نتفدها او نخفمنا او نقصمنا قد الامكان وحنا كمواصلين دائما بالنسبة لهادا نشوفيه او كيفاش للمستمعات لانو كين اللي كتجي الجفاف نشوفيه ديال البشرة مصاحبة بحكة وحمرار وكين اللي كتجي بديك القشرة اللي كتكون يعني حتى في البشرة دياله كتكون القشرة هاد المشكل ديال منيك تكون يعني القشرة منيك تكون الجفاف مصحوب القشرة راي يعني وصل البشرة ديانه وسط الحدة ديال الجفاف وهنا كان حتى تغطو كل الحتيات ما نبقاوش نقشرو وما نديرش مكوين مصنع دائما نحاولو نستشرو طبيب ديال الجلد لان منيك نمشو عند الاختصاصي ديال الجلد كي عبار ان الغداد اللي كتكون عنده دور في النشوفية ديال البشرة لان احنا عنا غداد دونية ودك الغداد الدونية خسنا نحافظو عليها باش كنحافظو عليها تغذية اهم حاجة هي تغذية شرب الماء الرياضة ودائما الكريمات يكونوا طبيعيين من الاحسن من يكون عندنا هذي المشاكيل هذي لان ما يكون عندنا واحد المشكل ما على البشرة ديالنا سواء الدهنية ولا الجافة دائما كتكون واحد اتشارة طبية وما نتعملوش مع البشرة ديالنا بالعشوائية يعني اي حاجة كترتب اخدينها من واحد المكان معين ودرناها على البشرة ديالنا وخرجنا للشمش لان احنا كنعرفو المكونات اللي مجرد ما كنخرجوا بيها الشمش كيوقع واحد تفاعل خطير على البشرة ديالنا يقدر يزيدنا بالحدة ديالجفاف ويعطينا حميرار وذاك القشور ديال البشرة كتولي تشققات وتقدر يقتضى الحال تولي كزيمة على البشرة لان هنا دائما اي مشكل وقع لك على البشرة ديالك حاول سيدتي تهدئ اعصابك واستشريت للطبيب حتى كان الطبيب ما بعيد عليك سكين السيدالية تستشري معهم وكتخذي كريمات اللي هما في الحساب المناسبة لبشرة ديالك بالنسبة للمدفاقة كما قلت لأختانا احنا خطنا نتعود الجسم ديالنا الله سبحانه وتعالى خلاق الصيف وعطانا الصيف وعطانا الربيع يعني كل فصل كيكون عنده واحد دور فاعل على الجسم ديالنا وخاصة الناس اللي يعانوا من السمنة لان احنا مليك تكون السيدة بعض المرات كان لقوها غليظة في مثال غليظة عند زيادة في الوزن وكان لقوها في مثال في الزنقاء كان لقوها البشرة ديالا صفراء واخا هي غليظة كان لقوها واحد يعني نحيف والحمورية على البشرة هنا ان شاء الله من بعد هذا نشرحوا هذه المشكلة كتكون الدهون عندنا في الجسم ديالنا اللي بالنسبة للناس اللي يعانوا من السمنة ان كين هنا اشارة انك عندك دهون يعني سامة عندك بعض الاعضاء في الجسم ديالك اللي ما كتخليش الدهون يعني الصحيحة اللي خصى تكون عندها واحد دور فاعل على الصحة ديالنا اللي كان قول الدهون الزائدة ان سيدتي مني كالتأجيل الحيمية خصى تكون حيمية صحيحة مشي اننا نقطع الفطور والغداء والعشاء وخاصة انت غالبا الناس في هذا الفصل اما كتكون عندها واحد شاهية في الماكلة كتاكل بلا ما تحس ولا كتقول لك انا ما نتغداش وما نفطرش باش نحاول نقسم الوزن ديالي يلا سيدتي اذا خديتي الواجبات ديالك الطبيعية وخديتي الفطور ديالك بأتيم الاعشاب والخبز ديال الدار والزيزي بالدية والعسل والفواكه الجفة مطحونة كنحبتين واجبات بطريقة صحية صحيحة في الغداء كناخدو خوضار كنشربو الما بكثرة هنا كنساعدو الجسم ديالنا باش نقص بوحد طريقة صحيحة لماذا ؟ لان احنا كناخدو هذه المكونات هاي لدخول الجسم ديالنا بحل太راح وحد القادوس باش كي يصرب الشوائب اللي كيسدد بيها القادوس احنا بنسي بالجسم ديالنا احنا كناخدوmentioned الالياف كناخدو الفيتامينات وخصصا مني كناخدو الفيتامين دي كناخدو الالفيتامين اه ماذا يدخلوا لجسم دينا ؟ يدوروا الدورة الدموية بطريقة صحيحة ومنتظمة وذلك الشوائب اللي كتكون في الدم يعني اللي كتكون دورة دموية تقيلة ذلك الدهون المتراسي اللي كتكون في بعض الأنسيجة في الجسم دينا كتترح بطريقة صحيحة وهناك تقضي على ذلك الدهون الزائدة والسامة اللي كتعطينا أضرار للصحة دينا إلا اخذينا في المثال في هذا الفصل هذا ناخدو حساءات واللي كتتعد بوحد شكل كبير في إدابات الدهون إلا اخذينا غير الدنجال اخذينا اللفت اخذينا الكرومب اللي بي الخضرة يعني اخذينا هاد الخضر هادي ودرناها كالشربات يعني ممكننا نفطروا بيها ونتغدوا بيها ونتعشوا بيها والإضافات اللي كنديرو لها شنو الإضافات كنديرو آزير القصبور حبوب كنديرو شوية دي الملحة وإلا كانت الملحة من الأحسن تفادوها نديرو شوي غير قطيب قادية الملحة من كترش فيها عنا القصبور حبوب عنا آزير هادو هما زعتها هادو هما يمكننا التوابل اللي نتبلوا بهم هاد الشربات اللي كيكونوا كويقاية الجسم دينا وكيساعدوا بشكل كبير في إدابة الدهون وكتخرج حاشاكم في التباول في التباول دينا هنا سيدتي من اللي كنعرفو الكروم كنعرفو بعض الخضار وبعض الفواكه اللي كتكون موسمية وذيك الفواكه دائماً أي فاكهة موسمية إلا وكنلقوا فيها الفيتامين السي ممكنش فاكهة موسمية موسمية ملقوش فيها واحد النسبة دي الفيتامين السي اللي هو كيكون محتاج الجسم دينا محتاج ليه كل فصل في كل يوم اللي خصنا نكون صمي ويعني نسهلكوا واحد القدر معين من الفيتامين السي سواء في الفواكه ولا في الخضار ولا في الأسماك يعني من كتكون الوجبات صحيحة من كيكون عنا عصائر طبيعية من كيكون عنا هاد النظام الغدائي معين يعني متشبع بالفيتامينات بالفواكه بالدهنيات يعني البروتينات الطبيعية ما كيكونش عنا مشكيل في البشرة لأن البشرة هي الوجه ديال اللي يقلوا باب الدارع لمولات الدارع كس يعني شنو كين في الجسم؟ شعر يعني فعلا يعني ورشت إلى سفدنا من المأكلة اللي كان ناكلوا المواد الغدائية والوجبات كنا محافظة على صحة ديالنا فهاتش كين عكس إيجابا على البشرة وعلى الشعر أكيد ماذا للمواصلين برفقتك خبيرة شعروات تجميل حرية شويخ دائما كانت كلموحة والجفاف والبشرة وكيفاش نحميه والبشرة ديالنا من هاد الجفاف ومن هاد نشوفية هذين وقفوا مع الفاصل ونرجعوا باش حرية شويخ مشكورة جدا تقدم لنا أهم الماسكات والأقنعة والوصفات والزيوت المناسبة لترطيب البشرة وتفادي هذه чегоنشوفية ولا الجفاف وفرصة على اننا نستقبلوا مكالمتكم الهاتفية على 052 88 0060 61 62 دائما رفقات خبيرة شعروات تجميل حرية شويخ دائما كانت كلموحة على الجفاف والبشرة ولا نشوفية ديالبشرة غادي نجوابوا على الطلبات جديال المسامعات ونرجعوا باش قد منا وصفت فاكين مسمعة سوكيدة من تماراء كتقول لك كان عندها مشكلة دي الفقر الدم والحمد لله تعالجت منه ولكن الشعار ديالها يعني كي تساقط بزاف ومن جيه اخرى بغات يعني غاسور منظف الفم بالنسبة للفقر الدم وباقي عندها تساقط ديال الشعر لكن توقفت الدواء في واحد الوقت يعني شهر شهرين رمازال يتحش الشعر وغد يخلف إن شاء الله لا تعالجت بصفة نهائية من فقر الدم ودائما فقر الدم اللي مرت من فقر الدم تحاول تنظم تغذية ديالها وتبقى دائما تدير ببلا بأنها عندها فقر الدم مشي زعمة عندها فقر الدم توجد دائما يعني العصائر تحمي نفسها كويقايا لأن دالس ملك المرحلة ديال فقر الدم وبالنسبة للشعر تحاول تاخد غيط الزعتار والمدية البصلة تدير في مثل ما ديال بصلة تاخد منه ثلاثة المعلاق وتكبع لهم ثلاثة المعلاق ديال ما ورد ودير معلقة ديال الزعتار صغيرة وديروك بخاخ للشعر ديالها بالنسبة للغاسل ديال الفم أي نوع أي مشكلة عندك في اللتة ديالك إلا كنت رائحة كارهة في الفم وهذه كتكون رائحة كارهة إلا كنت عندك فقط كتحس بها بالفم ديالك ما خرجاش من الجهاز الادمي ما يكونش عندك مشكل في الجهاز الادمي لأن الفم إلا خدينا غيزية العود نحاول نسلقة لديading Deshanebikesigeri نحاول هي الملح البلدية قبل أن نعمح المدة خمسة دقائيا واحده الي معلقة ديال الفم ديالنا دهال الزت اللي متشبع بالقرنفل والملح البلدية والقرفة كنبقى ونش اللوح تك نحسو بذيك الزيت واللس في الفم دينا بحلمة من بعد كنش نرميو ننلوحو ذاك شي من الفم دينا سوف يو ننعسو ونتعودو على هاد العملية هدي لانها رائعة بالنسبة الناس اللي كان عنده مشكل في اللتة يمكن تاخد هيا القشور رمان هادي رائعة لتادي الفم لانك تخلي ذاك اللون الفم وحتا ذاك الرائعة ما كتبقاش تلك السيل ديال الدم كيبقاش نستغله ناخده مع القادية الرمان متحون ورس مع القادية الملحة بلدية وناخده تقريبا واحد مع القادية الزعتر صغيرة مع القادية الزعتر والملحة والقشور رمان نخلطوه بحشكل ديال الكريمة ومليه كنجيو ننعسو في الليل كنهزو الصباع ديالنا وكندهنو اللتة ديالنا بهاد المكوين وننعسو لانها رائعة للاسنان وكذلك المشكل لكن عندك اللتة كتعاني مشي مشكل هدي طريقة صحيحة ولكن عندك مشكل ديال سيلة دم كل ما كدري هدي العملية هدي من الأحسن تشوف طيب ديال السنان وتتأكد من سالمة ديال الأسنان ديالك المستمعة خديجة طالحام مقيمة بإسبانيا كوجلة تحية كبيرة مستمعة وفي جدال برنامج اللي خليك سولي الخبيرات ديال تجميل حرية شويخ أنا مقبلة إن شاء الله عن الولادة وإلى ممكن تنصحيني فيما كيخاص المأكلات والمشروبات اللي ممكن تساعدني في السعادة الحيوية للبشرة والشعر وتعطيني واحد طاقة الجسم والله يخليكم مدعو معايا اللي يليش 궁ير يكبر 온 السلام إن شاء الله ومكسورة في المولود بإذن الله ولا المولود إن شاء الله إن شاء الله الله يكمل يا في خير وتولد إن شاء الله في الصحة والعافية بالنسبة للمكنّة نحن كنعرفون ما هي الحاميل لهم هدا تكون تبع عن طيب دياله لكن عند المسائل اللي0 متبعت الدوائي لا غيرانا أو معزة هاد ودائما أهم حاجة في أن في هذا الوقت هذا ليل الولئة تاخد الحوت تاخدي العصائر الطبيعية تخذي الخيار تخذي الباربة تخذي عصير دي التفاح مع الباربة تخذي الخص مع الباربة ودائما اي عصير داري فيه مع القادية القرقاع متحون لان هذه عصائر مغدية لك والجانين ديالك وحتى الولادة ما كتكونش عندك مستعصية يعني كي سهل الله في الولادة ودائما المتر اتمر الزبيب مهم لان الزبيب فيها واحد نسبة عالية دي الحمد الفوليك اللي كيكون مهم من المرأة وكذلك للطفل وكان اخدو القرقاع تكون مرة مرة تدر واحدة جبانية دي الفواكه الجفة قدام تاخدها تشرب الماء بكاترة وتحاول من اللي يدخل الشهر دياله تمشى يعني كل ما تمشات مزيان الشهر التاسع يعني السيمانة اللولى السيمانة الثانية توجد راسة للولادة تدير حمامات القادمين دياله وخاصة لخزامة تساعد في الولادة عن تجريبة يعني اتكتساعد في ولاده بوح شكل كبير تأخذ يطرو ديال الماء ودير فيه جوج معلقة ديال الخزامة وتكتر من المكلة المزيان يعني تتجنب كل كل العسائر والمشروبات المصنعات مصنعات كلها تدير عسائر مرات البربا مراكا يعني خزول ليمون الأزبيب تصغل الفواكيل المصنعات وبنسوح هذا بمثلا الشعر ديالها مثلا شو ممكن تدير مثلا تدير غير بخاخاته بما تديرت حاجة من غير تدير بخاخش في يو ديال بابونش ويو ديال الزعتار القشور ديال الخيار قشور ديال الدنجال ديروا في قرعات زيوت أي زيت ديرها النباتية زيت كوك زيت غيرية تجنب الزيوت المصنعات ولا تخدمش في مكان غير اللي فيه مواد حافظة من الأحسن لا تستعملوش إلا ما عنداش تكتفي بزيت العود والزيت البلد ديالها كافية باش ترطب البشرة ديالها وتديروا بالليل أو في الصباح تغسل وجه ديالها عادي وتديروا واقع الشمسي ديالها إذن غدينمشيوا والأول قناع اللي كتكترحي المستمعات لحد من هديك نشوفية أو الجفاف ديال البشرة والترتيب ديالها أحسن حاجة بل نستغله في هذا الفصل هذا ناخد وغيز الزبيب والتمر إلا أخذينا ثلاث هاد المعلاق ديال الزبيب ولا أربعات تمرات اتتر خمسة تمرات كننسلقوهم في شوية ديال الماء يعني في ذاك ثلاث هاد المعلاق ولا أربعات المعلاق ديال الماء كيتتسهدوا مزيان كنطحنوهم حتى كنحصلوه على واحد شكل ديال كريمة هذك الإضافات اللي كنضيفه كنضيفه ويمكن لا تاخد تفاح تخد تعصر تفاح تخد غير المديلة وتدير معها جوج مالق ديال زيت العود ومع القادة ديال دقيق الفول ومع القادة ديال إما إلا كانت إلا كانت إلا كانت إلا كانت إلا كانت زيت العود ولا زيت ارغان ولا زيت اللوز يمكن لا تدير زيت الكوكي لك اللي عندها. هذا قينعة هو مرتب وفعال بالنسبة للشربات اللي كنرقز عليهم ودائما كيكون عندهم موحد دور فعال في العلاج ديال اي مشكل ديال البشرة ديالنا. هذا طبعا لم يكونش عناش مشكل يعني ديال المرض. كان ناخده الدنجال ده برها موجود. كان ناخده جوج دنجالات وربعة ديال الفت وربعة ديال الكرمب. هاد الشربة كان نصح بها الناس اللي كيعاني ومع من السمنة في هذا الفصل هذا وكيبغي ونقصه في الوزن. هادي الشربة كتنقص الوزن بطريقة طبيعية وبدون تخوف تشرب السيدة يعني في الفطور وفي الغداء وفي العشاء. هي باش كن نسموها كن نسموها بازير والقصبو الحبوب. هادي الشربة فعالة ممكن لها السيدة تعشى بها بالليل وتستمر في استعمال دياله واحد الأسبوع ولا أسبوعين وغا تلاحظ الفرق حتى الكرش ما كتبقاش. بالنسبة للقناع الاخر اللي ممكن لها نصح به ده با رابعة اللي عندي يا رابعة قريبة تسرى كن طحنوها الإضافة اللي كنضيف لها كنضيف لها صفار بيدا بلدية ومع القاة دية لعصر الحور ومع القاة دية الشوفن وصفار بيدا بلدية وهندية كناخدوه تيك اللي طيبة تتحن مزيان وكن خلطوا هذ القناع واي قناع قبل ما نوضعو إليك إليك لكل الب Rubudi ونمسحو مع القطن ونكونوا ناعسين على الدهر ديالنا وكنpanديرو حد القناع نخليه واعشرين تقيقة والقناع باش كيكون عنا كيعطي نتيجة اللي كنحسو بي واحد لعشان دقيقو حسنا به بدك يدير المفعول ديالو كنحاولو نحيدو بحركة دائرية بحالي كنديرو تقشير يعني كنديرو حد تقشير طبيعي بحركة خفيفة ومن بعد كنوصلو لوجه ديالنا ودائما الميكون عنا في تلاجة شنو فيه داك الماء فيه ربطة ديال المعدنوس واللي اي فاكهة عندنا قطعناها وكبيني عليها الماء سخون وخليناها في تلاجة وهي اللي كنوصلو بها لوجه ديالنا بالليل ونع نحسو هاد العملية وطريقة صحيحة باش نجنبو اه سواء الدهنيات على البشرة ولا جفاف البشرة وخاصة في هذا الفصل والناس اللي عندهم البشرة جافة يبتعدو على المدفاءات من الاحسن حتى وإلى كانت يعني مصرة باش تشعل المدفاءة في الدار تحاول دير واحد سطل يلمى ودير فيه بعض النوع ديالاعشاب اما الورد البلدي اما دير فيه الخزامة اما دير وتخلي في لحدها المدفاءة باش بعدها مليك يدخل البيت كيكون واحد لأكينة واحد البخار اللي كيدور في الغرفة ما كيعطيش ما كيعطيك يكون الفعالية ديالو جيدة على البشرة ديالنا اه جوش تساؤلات تساؤل اول ديال المسامعة كتشكرك بزاف على كل يعني الوصفات اللي كتقدمي وكتسافد منهم باستمرار وكتجربهم وكتشكرك بزاف حرية هي سؤولات على نشوفية ديال البشرة البانان اولافوكا بغات بدت ديرهم كقناع البشرة ديلها وشعر معرفاش واش تديرهم بغيب بوحدهم ولا ممكن انه تزيد شيء اضافة اللي غادي تساعدها اكثر تدير اضافات بالنسبة للشعر يمكن تدير بنانا الى دارت بنانا تدير نصف بنانا تدير معاملقة ديال عصر الحور ثلاثة المعلقة ثربعة المعلقة دير زيت العود تخلطهم مزيان ويديرهم للشعر كمرطيب وتانيا ما كيخليوش داك الانشوفية ديال الشعر نفس كذلك اللافوكا بالنسبة اللافوكا ذاك العظام ديال اللافوكا على ذاك اللافوكا نستغله يعني مليكة تكون باقة خضراء كنحكوه ومليكة نحكوه ومستخدم مع مليقة ديال عسر الحور وربعات المعليقة ديال العصر البورتوقال معلقة دي العسل الحور وربعات المعلاق دي العسل البرتقال نخلطه هاد المكون كنديروه للشعر دينا رائع الفروات الشعر وخاصة تبني كتكون فيها نشوف فيها واحد نوع دي الحكا يعني كتغسل سيدا كتلقى ذاك الحكا على الشعر دياله هاد القناع تديرو هابل ما تمشي للحمام تخليه واحد عشرين دقيقة ومبعد كتغسل الشعر دياله عادي بالنسبة للغاسول يمكن لا تاخد العظام ديال لفوكا كيتحك كدلك وكتدير جوج معلقة ديال الغاسول ولا تدلم معلقة ديال ال� لفوكا اللي اللي تحنات وكان ضيفه معه المورد اللي كيرتبنا هاد المكونات وبنكن مشيه الحمام نغسله وندهنه الشعر دياله بهاد المكون نخليوها احترى عشرين دقيقة ومبعد كمقص له الشعر دياله هادي وننصح سيدات اي قناع طبيعي دارته تحاول ما امكان تبعد شمبون طبيعي باش كتكون المفعول جيد والنتيجة جيد 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 فعالة أي مكوين عندك في الدار يعني الزعتار ازير وورد البلدي البابونج ندروا منه كمية ديال نصف كاس ونضيفه معه جوج معلاق ديال جوج كيسان ديال المطايب ونخلي واحد تاكي يطلق مزيان ومن بعد كنضيفه جوج معلاق ديال شامبون الأطفال لأن شامبون الأطفال كنعرفوه احنا المواد الحافظة كتكون فيه يعني بوحد نسبة معقولة ونقصة احنا الشعر شنو محتاج محتاج فقط نحيدو ذاك الغبار وذاك اللي كتكون لاصقة في الشعر وكذلك كيساعدنا مش نديرنا واحد الرغوة كنحيدو الدوهولة كانت زائدة وكذلك بعد الشوائب اللي كتكون على فروات الشعر والمفعول ديال الشامبون كذلك مستمع كتسول وانو دائما كنسمعكم كتدروا على الروز والفوائد ديالو لا خليكم بغيت وصفات بالروز يعني الشعر والبشرة احنا كنعرفوه الدول الاسيوية كلها كتعملات ديالها بالروز كتعمدوا على الروز على الروز والاسماكات وحنا كنشوفوا البشرة ديالهم كيف اجدائها وشعر ديالهم كيف اجدائها الروز حنا كنستغلوه وكنستعملوه بزاف ديال الحويجات إلا طيبتي سيدتي غير روز هذاك اللي مهرس وطيبتيه وشتي ذاك الرغوات اللي كيتلق يعني كيتل بحل حليب تمحول صفيوها، تمحليوها في واحد عمر الكاس وكان نذيروه في روز يعني في بعض الاطباق بالنسبة للي هذه كلمة نذيروه الدول الشعر والبشرة ديالنا ما كناخذوه من 3 ن taraf معلاق ديال ماد الروز والمعلقة صغيرة تبغى ندهنو لدهنوا وبادما نريده ب公ader وبدأ نشوفه ثم أدهنو روز والصباحzzz وامشوفه طبيعي للبشرة ييكون تأقشير في محله وفي نص الوقت كيأخذ البشرة ييناك تأخذ كل المكونات اللي هي فا الرز وكيساعد بشكل كبير في التبيض بالنسبة الناس اللي كيعانيوا بذلك الافرازات الدهنية اللي فرو ديال الشعر إلي أخذينا المادة الرز واخذينا منه واحد آآ خمسات المعالقة تلسات المعالقة كبار ومع القادية الزعتر ومع القادية العسل الحر مع القادية الزعتر كبيرة مطحونة مع المدية الروس كيتخلطوا هاد المكونات كيكون الشعر دينا مغسول ماشي مي نكون وغسلنا الشعر دينا في متى غسلنا اليوم من جينا من الحمام لغد لي كنخلطوا هاد المكوين وكندر رؤوس الأصابيع وكنمقوموا في كل فروة دينا الشعر بهاد المكوين ونخليه واحد ساعة حتى الثلسعة ونص ومبعد كنغسلوه الشعر دينا رائع الافرازات الدهنيا اللي كتكون زائدة على البشرة دينا وحتى التساقط دينا الشعر ما كيبقاش مكنن نزيد اضافات اخرى بالنسبة للقناع د مع مبيض وضيد التجاعد مسيدة الى لي جارسها بعد الوز الا حتى اعمل خريbase غات وドوا الدقيق د ملاحة واضح من تتبعج معphrase تجند مبارس وخبرز المشكلني او Bau制ي ويبة حتى يجب عائل قناع Soho Såie Cade TV الرؤوس والص Cade Club لجلك قناع مجرمي كيفية الدوليم وضmieة الخلاح The De Pada which involves it allows you to? إذا سمحتها حرية بالنسبة للروز، نحن كنت تكلم عن نيت اليوم مثلا ذكرنا وصفات منه كيف قلتي بحل دابا الروز طلقناه مزيان حتى طلق داك نشات ديالو وسعملناه مثلا في الأكل وبقالنا مثلا واحد الكيمياء ديالروز اللي هو معجن فيه نشات ديالو كيفاش ممكن مثلا أننا نديره على الشعر ديانا كاوصفة؟ سائل كناخده واحد كمية نديره في الخلطة الكهربائي كنت تحنه مع بيضة كاملة يعني بيض بيضة بلديا وصفر كنت تحن كله كنحصله على واحد الكريمة الإضافة اللي كنضيفه دائما كنضيفه العسل الحر هذا قيناع كريمة كنديره في هالشعر ديالنا مرطيبة وكذلك المشكلة ديال الحكال اللي اذكرت في البداية ديال الحسن وخايدا مستمعينا غدين توقفوا مع الفاصل وغدين نرجعوا لستقبل مكالمتكم الهاتفية لقاءنا بكم مستمعينا مازل مستمر دائما من خلال برنامجة لمولاتي وبحضور خبيرة شعر والتجميل حرية شوية اليوم ما كانت تكلموا على جفاف ونشوف يدي البشرة ومشكورة جدا قدمت لنا أهم نصائح تجميلية والوصفات والأقنعة وما زالنا غادي نكمل إن شاء الله في الوصفات قبل المستمعك تسولك لا خليك عفك بغيت نعرف من حرية أنا يعني كيطح لي الشعر ديالي وكندير ليه البصلة يعني كالطيب معلمة حتى كتنزل ومبعد كنصف فيها وهذا كل مد البصلة هو اللي كان دير الشعري كامل فا يكتسول وش يعني هاد الوصفة مزيانة ولا ممكن لا تدير أزير ولا تدير زعتر معلقة مع البصلة ولا التومة يتومة ياليذير يزعتر ماذيك البصلة حتى تستفيد مزيان وتكون نتيجة أحسن وخا معنا أول مكلمة فاتم زهرة من فاس ألو فاتم زهرة ألو أعليكم السلام ورحمة الله فاتم زهرة مرحبا ما يدر فيك فنشكره وكنشكر الدكتورة اللي معاك خبيرة خبيرة ديالشعر التجميل ماشي دكتورة خبيرة دكتورة تكون حاضرة معنا غدا إن شاء الله مرحبا ما كانت مشكلت فضلي أول وشاركت ما كان حتى مشكل ألف مرحبا فضلي أخيتي أنا شعر ديالي كتح بزيف ايا كتساقط وخا كتساقط بزيف ما عارش شنو عندي وخا شعر في العمار ديالك للا 35 30 ما عمرك مرتي ما عندك تدويش على شي ماراد ولا لا عندي الغرمون أكثر ضعاف هاكاك والعادة الشهرية كتجيك مزيانة لا ها والا دونك عندك مشكلة متبع عن طبيب ديالك اه كنت متبعها ولكن ففي القناعة ما بغاش يتقادل الغرمون لا ما تخصك تكون قوية أي حاجة عنده علاج ما تخافيش ما شأنك مثل طبيب خلق الدواء لا خلق الدواء خلق الدواء شكرا. قوي راسك. قوي راسك. وخدي النمرة ديالي من رقم ديالي ان شاء الله. وتواصلي معايا. وهذا ان شاء الله غادي نعطيك شي حاجة اللي غا تستفدي منا بإذن الله. شكرا دكتور. خدي الرقم ديالي. خدي الرقم ديالي. خليك معنا رجعك لستوندا. خليك معنا فتن بزهرق. شكرا على توصلك معنا من فيس. دبا لا ذكر السيدة اللي تصلت بنا. دبا هنا هنا كنعرف بأن العامل النفسي كيلعب الدور. السيدة عندها تساقط الشعر. مش حسنا عن الطبيب في المثال. اخدت واحد دواء. كان عليها ترجع عن الطبيب على تاني. والطبيب غادي يمشي معها دقة دقة. حتى توصل لنتيجة. مع التغذية السليمة. هي كان عليها تمشي عن الطبيب. وفي نص الوقت تمشي عن اختصاصي ديالتغذية. كي يعطيك واحد الغيداء معين. يعني كتبعه. وان شاء الله من عندنا احنا وصفها طبيعية. وهذه هتوصل للنتيجة اللي بغ حاولي وقفل لأي حاجة كتاخدها. إذا كنت كتاخد دقيق الفورس وقفه. إذا كنت كتاخد عصائر مصنعة وقفها. اكتافي بالأسماك. اكتافي بعصائر طبيعية. خدي القرقاع. خدي اللوز. ودائما كل ما تجي تنعسي في الليل. خدي شوية ديال الزعتار. شوية ديال الزعتار. شوية ديال الزعتار. ديالي واحد الكويس ديال هذا المحلول. يكون عندك كمحلول يومي. وخاصة يعني لا تبعتي المرد الدوش والسلمية. يعني وريقة ديال السلمية. كيدروا الت تخدي الخروب. كان صاحبه الناس. الخروب ديري في الشربات ديالك. يعني الخروب يكون عندك مطحون في الدار. ديري الشربة. هي القرعة الحمراء. القرعة الخضراء. لأخي الزو. هذو ثلاثة الحويجات. ومن اللي الطيب ضيفي لها جمعة ديال الخروب. وهي يكون العشاء ديالك اليومي. مع شوية ديال الشريحة. وشوية ديال الثمار. والزبيب ما تحيديش من جيبك. دائما خدي واحد الكمية اللي قدرت عليها. جوج مع علقات ثلاثة في النهار مزيانين. والتسليبين ان شاء الله وانا تتبصلي لنتيجة اللي بغيت. ان شاء الله. معنا مكلمة اخرى نبيلا من تارودانت قالوا نبيلا. اهلو. وعليكم السلام محمد الله. نبيلا من تونات. مرحبا بالنازل تونات. مرحبا. ربس بارك الله فيك. بغت نصول لك لاش عركيت حلية بزه. اي اي شحل السين ديالك. عندي ديب 17 سنة. العادة الشهرية كتجيك مزيانة. كد زين شوية. كد. كد. شوية ولاني مشي بزه. اه اه عمرك مشيسي عن الطبيب عبارتي فقر الدم. ما عندكش مشكلة ديال فقر الدم. ما مريداش ما عندكش مشكلة ديال الغداء الدراقية. لا ما عندكش مشكلة. دوسي. دوسي. دوسي عن الطبيب. دوت شحال هادا. شحال هادي باش دوس. 2015. يورا طولتي شوية. والسين ديالك شحال? 27 عشرين ياك. مجوجة مجوجة. لا. اه حاولي حاولي ديري واحدة تشاريع عن الطبيب ديالك. ديري فقر الدم ورقب. شوفي اللي عندك نقص في الجسم ديالك ومرحبا. شوف الشعر. ممكن شي تحغير هكاك. الشعر لما. خطعوك يتحلي. ما شعرت تقطعها. لا. اه شنو كتكليه. شنو كتكليه. شنو كتكليه مزيان ووش كتاخدي الخضار ووش كتاخدي الاسماك كتر. انا كتكلي مكلة طبيعية جيت العودة. كده كان كتصف جيت العودة كان فطره به سالك ده الصباح. الخضرات كتكليها كلها كتشرب الممزيان كتمشي شاي ما كتعصبيش. ما كنتمشي السارحة. ها? ما كنتمشيش. لا حاولي حاولي انا دبعا قبل ما تبدأي هاد شي حاولي تشوفي واحدة ديري استشارات طبية ديري فقر الدم ديري تحلي ديالي الفقر الدم. ديالي صغر مني عندها تعطاشر عاس. ها. كيتتحليها بحلي يقول الله يستربها خوفت ما نقوله عندك عيكو فيها شي ما تلخيب. لا ما كينوالو. شوف ديري الفقر الدم. ولا التراف الهرمونات. كنتشده في الدو كيتحليها الراز وكيتزي الرمطة ديالي السعر في الدير. يوامل احسن شوفي الطبيب على الله. ما عندك هاد المشكل هادا. لان مليك يكون تساقط بهاد الحي الدارك يكون مشكل في الدم. عندك اللوفاغ ناقص في الجسم دياليك ولا شي معدل ما معين في الجسم. ما الاحسن استشارة تببيا. تب العام. تب العام وتحاول انو يوجها. يعني على حسن. هو مرحبا بيها تساقط فيه في. يعني مليك يكون تساقط عادي يعني في تغيرات العادية. ما بينشتا يعني موسم آخر ديالسف يعني عادي. كيكون تساقط الشعر ولكن كيكون. لا يريد نقول لانا. مليك يولي الواحد يعني الشعر ديالو كيتساقط. وكيخلي يعني بحل يعني الصالة على بغنان قوله. فأكيد انو. كنان لا يمخص. إما إلا ما كان شي حاجة عضوية. كتكون شي حاجة نفسية فالم الاحسن. واحد يرس استشارة طبي. ويبقى عنده دك تخوف. لا تخوف ما يكونش. يعني لشانا قلت المتساقط الشعر كيكون يعني كيكون موسمي. يحيد. ولي عند المرأة الحامل. والمرأة اللي كتردع. والانسان اللي كيتعالج بالاشعة. لان هذو كان عارفو عندهم تساقط الشعر ولكن الانسان عمره مش عن طبيب عنده هاد الحدة ديالتساقط. وممزوجاش ما كتاخدش المانع الحامل. هنا ما الاحسنة لا تشوفي الطبيب ديالتساقط. ايو تحيد تشكي ديالتساقط. ودبها هيا قاسة في الدارو كدولك لربما لا قدر الله يكون سرطان ولا غير. ويبقى في دك الخوف. يعني دك الخوف ودك الشك مع انه يعني غاي مشي عن طبيب استشارة تبيه خفيفة. اه تتلقى ان شاء الله العلاج تلقى الحل وفي نفس الوقت تحيد شك ديالتساقط. هذا من جهة. اما في الايام العديرة في غالبية السيدات يعني بزاف سيدات اللي حتى دك استخدام المشط. او كيفاش يمشطو الشعر بيانه. تهدرنا على هذا الموضوع او فعلا. نتكلم ليش حام مريل انه حتى هو. لانه شحم من سيدة. اللي كنا كنت تتكلموا على انه خسرت تأخذ مشطار اللي سنان ديالها عراد. لانه هذو مني كينزلوا الشعر. ينزل لغي ذلك الشعر اللي سافي تالف لخصو يتحيد من شعر. ماشي كنحيدو الشعر من جدره دياله. اه كين بعد سيدات اللي ما يبقاش مخبل. فارك الجر معها حتى الزغبال اللي كتكون مزيانة. لك تغسلوا تزيار شعره. ولك تمشط بكترا وعند التساقط. ايه. ولتغسلوا وتمشطف وهو فازك. اه. وشعر فازك تيكون يعني في الاضعف للحالات دياله. تيكون ضعيف بالزاف. ضعيف بالزاف. وخصصان لك اندهني. ردغيك يتسلم بلسه. تبا كنصحك تشوف الطبيب وان شاء الله وانا غادي معاك بمواد طبيعية تتوصل للنتيجة اللي بغيتي. موخ. معنا مكالمة من قناترا. الو ابتسام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ابتسام. اه. عزك بغيت نسوغ الابنيتة ديالي في عمرها 12 عام. ايه. وطمعتني مشعر ديالا قوي ولكن مشكلة عندها شوية واقف من الفوق. كفاش كمشطوريه. اه. يبن سيخصوا انها ديالا اه. ديالا اه. ديالا الفخنش. اه. وكي كتفقس لها من القدام. اه شعره ما شي كرد غير ناشف. لا ما كردش غير ناشف معكي وقف. بحلا كيت شعكيك واحد شوية. اه. معكي تقيل اه. معكي كامل في المضرافة. اه. العشية كتلقاه كل مشاكل كل واقف من الفوق. ولكنها محرش. اه. انتي بالنسبة. اش حال في العمر ديالا? ناشر سانة. اه. ديالي احسن. ومع القادية العصر الحر. خلطيهم بحل كريمة. وغديرهم لها الشعر ديالا بحاكي تديري الترطيبة لشعرها. تجبيت خصلة بخصلة خصلة بخصلة. وخليه خليه واحد ساعة ساعتين عضو سليلة. ودائما يكون عندك زيت الكوكو. زيت الكوكو. زيت الكوكو. بمسبب البنية الصغيرة. الخير للشعر. الوليدات الصراحة زيت الكوكو. يكون مازال فازك. ودهل تدركو بها الشعر ديالنا قبل ما تبشي للحمام. لان هذه الطريقة صحيحة. وكتحيدك ان تشوف يدي الشعر. وخام معنا نادية من الراشدية. قالوا نادية. علي السلام عليكم. والسلام ورحمة الله نادية. الحمد لله. الله يبرك فيك اختي كنشكرك على هذا البرنامات كنشكو الخابيرات ديالنا. الله يبرك بصحتكم وانكم كتستافدوا. بيطول عملك اختي. اختي بتهم النمرة نسعة لخبيرات ديالنا. بتنظر مع ها لازبك لازبك لازبك. وخامك انت مشكلة نادية خليك معنا وصباحك مبروك وشكرا لك بزاف على تواصلك معنا. رجعك الستنداخ عند ساميحة مشكورة جدا. تتكرق من الهاتف ومعنا امينة من اقادير. قالوا امينة. الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله امينة. كدار لسنة. الحمد لله. الله يبرك فيك. مرحبا امينة. كدارة الحرية. لا بس بارك الله وفيك الله يطول عمرك. بدي انشورت الله الحمد لك عندي ايه? ايه? دهني بها شعرك دهني بها البشرة ديالك دهني بها تدليك دهني ملي تغسلي دهني الجسم ديالك كله مرتبه. زيانة بخير التجاعد. اه كنت انا صيب دهني اختراف لك. كنت اخلتها وصيب. هوا ما بقش. دينا كنت صوني بشتي. انا نسول ما تريدش. ديالخط. ان شاء الله تستعمليها في جميع الحال دهني 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 بها البشرة ديالك دهني بها الشعر ديالك الجسم ديالك. ام. اه. احتى القدمين اللي عندك فيها تشققات. جنات القدمين فعلا. اه. على ديك القدمين بالنسبة اللي عندهم تشققات. يمكنك تديري حمام القدمين بالنخالة وشوية ديال الملحة. دائما الحمام يخص يكون. خاصة الناس اللي عندهم تشققات. دير. وفي هذا الفصل كي ديروا تقشرة لهم ما استغلو هاد العملية هذي. كنديروا حمام القدمين. شوية ديالنخالة الملحة. اي عشبة عن نفضة. حتى كير طابوج لنا مزيان. وكن حكوم بالمحمقة ديال الحجار. ومن بعد كندانوا هاد المكوين ديال زيت تمر. لانه هو رائع القدمين. اه. فتم زهراء كتسول انا كندير الزيت وساندة لوجه ديالي دهني. وكيت قشر لي بزاف. حتى شعر ديالي كيتاح وفي القشرة. منذ 18 سنة. بالنسبة للقشرة. عند قشرتها للبشرة دياله ولا غير. لا على الشعر. غالبا اذا كان عند القشرة ستكون عند البشرة دياله ناشفة. وهي قلت انا الوجه دياله دهني وكتدير الزيت وساندة. لا مش مشكلة ان هاد دهني غاد دير الزيت غاد يدر الله. بالعكس زيت البليارة مخيرة للبشرة الدهنية. رافيا احمد اللي كتمص الدهن الزائدة. غير احنا بالنسبة للساندة. يمكن لها تشانجي بالفرارة ديال يعني تغير بالفرار ديال بقايا ديال القهوة. ولا للساندة البنية. لانك عند وحد دور فعال احسن للساندة العادية. وإلا كنت عندك البشرة الدهنية حاولي دير الزيت وديري ديال القهوة وديري معلقة ديال العصير تفاح. العصير تفاح الاخضر. كتاخدي منه كتخلطي هاد المكونة ديريه كمقشير ولكن حاولي ما تضغطيش على البشرة ديالك. بحركة خفيفة لانه مجرد ما كتحطي هاد المقشير. خليه واحد العشرة يقور يكير طب الراسه ولي تقشر راسه. من اللي كتغسلي البشرة ديالك راها كتنقى بسهولة بلا ما تضغطي عليها. وبالنسبة شعر يمكنك تغطيش على الشعر. إذا كان عندك المشكل ديال. للنشوف هيديال. إلي كانت عندك القشرة في شعرك. ولكن القشرة إلا كانت عندك ناجة للجفاف. إلا كان الجسم دياله كله ناشف. خصيك تتعاولي تصحي التغذية ديالك وتشعبي الماء. ولكن عندك مشكل صحي من الاحسن استشارة طبية. وبالنسبة للشعر الموري الطيب للشعر. خد غير المادة الهلامية ديال زريعات الكتن والماء ديالتومه. المادة كنا نأخذ نصف زريعات الكتن كنطيب وفكس ديال الماء لكن المادة الهولامية كنحكو فيها جوش دروسة ديال التومة وبها كنشقو الشعب يعني قبل ما نشول الحما مسامحة كتسو لي عنده مشكل يعني في سنان ديالها وخاكت ننظفهم بحلة فيهم الجير يعني في سنان وخاكت دير ديتها تخاج يعني عند طبيب الأسنان ولكن دائما يعني كتدوث واحد المدة وكرجعه فبغاتشي وصفة باش تحافظ على السنينة وصفة اللي اعتقدت في الأول ديتها قشر رمان وزيت العودس تهن بها لتاديالها وثنان ودير واحد المحلول اللي هو من قشر رمان والزعتر والملحة يعني كتاخد قشر رمان والزعتر والملحة معلقة معلقة تكبع لهم كس ديال الماء طيب وكل مرة تشلفهم بها ديال المكوينة يحافظ على السنان وفي نص الوقت رائحة طيبة في نص الوقت يحيد لك شوائب زائدة وتبييد الأسنان مهم لتبييد الأسنان زيت البلديرة مبييدة للأسنان فعلا كنا واحد وصفة تناهج حال هادي وزاف المستمعات كانوا تكلمون عليها زيت العود مع الخرقوم البلدي رائع الشعب الخرقوم البلدي يعني متحون على يدك لعرك متحون على يد وكيتخلط مع الزيت البلدية وقدروا فعلا يعني مزيان الفم وفلس الوقت يعني كيبييد الأسنان نديرو المضمضة بزيت العود رائع الأسنان نختموه بشربة ولا قيناع وشربة ولكن قبل ما نختموه واحد السلام من الأخت نازيها العشة بمدنة فشاون كتسلم عليكم ومتبع عندي البرنامج وتحية لها من هاد المنبار والعائلة ديالا كلها بالنسبة نختموه بالشربة دايما دينجر كست عليها لانه ومنقي الجسم وكيسفي الزوائد الدهون الزائدة كناخدوه ربع ديالدنجل هادي شربة رائعة كدلك كناخدوه دينجر ربع ديالدنجل وربع ديالجزر خيزو وسكوم سكوم الناس اللي عنده في المناطق يستعملوه اللي ما عندوش يدير إما البروكولي ولا يدير الكرومب بلاس سكوم يعني السكوم رائع في هاد الفصل هادا كنديرو هاد المكونات كطيب عادية في الماء ومبعد كنضيفوه مع المعدنوس ومبعد التواب اللي كنزيدو في هاد الشربات الزعتر زير قصبور الحبوب نسموه به هاد الشربة هادي هادي يمكننا نفطرو بها يمكننا نتغدو بها يمكننا نتعشو بها لانه كمكمل غدائي طبيعي الرائع الناس اللي عندوه النشوفيه ديال الديال البشرة والناس اللي عندوه الدهن الزايدة في الجيسم ديال انه هاد الشربة هادي تبعوه ردك تعطي نتجاع فعاله نختم بالقناع ضد التجاعل وفاعل كناخدو معلقة ديال قرقع مطحون واصفار بيدة بلدية ومعلقة ديال الريب الريب وناخده معلقة منه وهذا القيناع نخليه حتى ثلاثين دقيقة على البشرة دينا رائع ضد التجاعد ومرطيب للبشرة شكرا لك بزاف خبيرات شعر والتجميل حرية شويخ على كل هذا النسائح التجميلية والوصفات الطبيعية اللي قدمت لنا اليوم شكرا لكل مستمعات على حصل المتابعة والاستماع على البرنامج اللامولاتي غدا ان شاء الله يوم لاربعة ابتداء الملحداش للاثناش فغدتكون ضيفة للمولاتي الدكتورة نادية برحيم اللي هي طبيبة اخصائية في علاج امراض السرطان غدين نركزوا غدين نتكلموا على سرطان عنق الرحيم وغدين نركزوا في نفس الوقت غدين نتكلموا على الوقاية من يعني واهمية تشخيص المبكر السرطان دي التدي بما انه يعني في شهر اكتوبر هو الشهر الوردي للتحسيس باهمية تشخيص المبكر للوقاية من السرطانات فغدين نركزوا على سرطان عنق الرحيم وغدين نتكلموا بما انه تكلمنا مع الدكتور عزيز سلامي اخي سائف امراض نساء والتوليد تكلمنا على كل ما كيتعلق بسرطان التدي فغدين نركزوا على سرطان عنق الرحيم والله يعافي الجميع واكيد على انه اهمية تشخيص المبكر عنده دور كبير في علاج يعني من المرض يعني تقريبان مية في المية ان شاء الله فإلى عندكم اي تساؤل الطبية تواصلوا معنا غدا في البرنامج واكيد على انه الدكتور نادية برحيم اللي غد تكون حضرة معنا غد تجاوب ان شاء الله على كل تساؤلاتكم وتفيدكم بما انه هي الطبيبة اخصائية في علاج امراض السرطان شكرا لكم مستمعين لكم تحية وفا فإذ رفقتنا اليوم في الاخراج لمياء البكري وصابر فوندا في البرمجة الموسيقية سامي حاشوبي في استقبل مكالمتكم لهاتفين تمنى لكم بقية اوقات ممتعة جدا برفقتنا على ميد غاديو لاداعة القريبة منكم ترجمة نانسي قنقر